السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السنة خمسة الحلوين الصف خمسة ببداية عشرين وعشرين ترمتان رجال لكم بفيديو جديد انا اشرح لكم في اه يونت اه تولف الواحدة اللي اتناشر اللي بعنوان طبعا عبارة عن قصة مغامرة عائلية رائعة طبعا القصة بتاعت النهاردة قصة ممتعة جدا ياولاد هنقرأها مع بعض زي ما هتعودين في اي قصة بيكون فيها اسمها مصور اول حاجة جايب لي ايه جايب لي وده صورة الديناسور ياولاد هيكون موجود معنا في القصة عظام يعني بونز بونز هتقابلنا برضو في الكلمات هيكل عظمي سكالتون الهيكل العظمي بتاع الديناسور سكالتون منظار ياولاد زي ما تكون عدسة مكبيرة كده اسمها ايه اسمها بيناكيولرز يعني منظار بيناكيولرز طيب اركيولوجست عالم اثري اركيولوجست يحفر يعني ديج ويتراكس يعني مثارات او اثار اقدام وايبكس حيوان الوعل كل ده قابلنا في القصة بتاعت النهاردة ياولاد بيقولك the main ideas الفكرة الرئيسية of the story بتاعت القصة بيقولك ان انكل يوسف العم يوسف is working on the archaeological dig ان العم يوسف بيعمل في archaeological dig يعني حفر اثري وذا فامل العائلة go on a nature a nature trail بتذهب العائلة في ضرب الطبيعة او منتزه طبيعي it's very important من المهم جدا ده كل ولاد الافكار رأسيتها ايه القصة من المهم جدا to take time to note things on the trail انك انت اه تأخذ الوقت لتلاحظ الاشياء في الضرب الطبيعي ده جايبلي كمان read and learn نقرأ وتعلم ان الديناسور ده قالك ديناسور وهو حيوان كبير جدا which lived millions of years ago كان عايش منذ سنوات لانه انكرت خلاص ياولاد وبونز يعني عظام our body الجسم بتاعنا has many bones فيه الكثير من العظام هل بقص بتساعدنا stand up ان احنا نوقف بعد كده قالك اللي هو الهايكل العظمي الاسماك وحيوانات اخرى have a skeleton made of bones inside their bodies بيكون عندها هيكل عظمي بيكون عليه ايه بالهايكل العظمي ده ياولاد هو اللي باني جسمهم اصلا. اه اللي هو الاثار للاجدام اه يعني الاجدام بتاع الحيوانات بتطرق اصار لما بيجوا يمشوا ها بعد كده المنزار ياولاد قالك شي لايكس بيشبه لكم بيشبه انك بتبص على اشياء بعيدة وزهير ايه بتشوفها بالمنزار ده بتكبرها لك اللي هو الوعل حيوان الوعل هو حيوان من الصحراء مثل الغزال. عشان يلاقي حاجات من زمان جدا ونبدأ يترسها. الحفر الازري حيوان الناس بيعملوا مع بعض عشان يجدوا شيء تحت الارض. تعالوا كمان هنشوف ايه الخريطة بتاعت القصة كده هتعرفنا اول حاجة الشخصية بتاعت القصة مين اول شخصية معانا شخصية الداد الاب. تاني شخصية شخصية رامي. تلت شخصية مام الام. ملك. انكل يوسف العام يوسف. جرام با الجد و جرام ما الجده. كل ده موجودين او الشخصات اللي موجودة معانا في القصة. المكان والزمان بتاع القصة. اللي حصلت فيه القصة اول حاجة ديزرت الصحراء قرية الاجداد. رامي زهاوز منزل رامي. الوقت اللي حصلت فيه القصة في المساء و في الصباح. بعد كده عندي الحب كافتات القصة بيقولك فيها البداية والمنتصف والنهاية. بس احنا مش هنقولهم عشان ما نحرقش القصة. تعال نقرأ القصة يلا مع بعض. اول حاجة ياولاد بداية الايه بداية القصة. بقولك قصة كصة في الجريدة. فزي ما تشوفين الداد الاب قاعد مع ملك واقعد مع رامي. فبيقولهم ايه؟ رامي وملك بيلعبان في الساحة. صدني فجأة باباهم ندى عليهم من المنزل. من المنزل. مرحبا يا اطفال. تعالوا كده بسرعة وشوفوا القصة دي اللي موجودة فين في الجريدة. هيحكيها لهم. جوم بسرعة عشان يشوفوا ايه اللي في الداخل. داد قال لهم. الباباهم قال لهم لك انظروا. انا لقيت ايه؟ انا لقيت شيء رائع بالقرب من قرية الجد والجدة. سألهم ايه؟ ايه هو يا داد؟ اسكز رامي. رامي اللي سأل وامقل له قد. لوكس سكيري. يبدو مخيفا. داد سايز اامقل له نو يا رامي. لا مش مخيف يا رامي. اتس نوت سكيري اتقول هو مش مخيف قوي. اتس زا سكيلتون. ده هيكل عظمي. اف اا ديناصور. لديناسور. اجروب اف ايركيولجيستس. بقولك مجموعة من العلماء الاثار فاوند ات وجدوه. وعمك يوسف واحد من علماء الاثار هؤلاء. اول كلمة اخدناها يا اولاد في القطعة دي. صادنلي يعني فجأة. صادنلي. صادنلي. دايناصور. دايناصور. جريدة يعني نيوز بيبر. نيوز بيبر. علماء اثار يعني اركيولوجيستس. اركيولوجيستس. هيكل عظمي سكيلتون. مخيف يعني سكيري. سكيري. تعالوا نكمل. بعد كده. اهمية وظيفة العم يوسف. تعال نشوف. العم يوسف دا وظيفته مهمة او لا. تقول ملك ايه بقى السيز? ملك قالت ايه? هازا راعي. يا ايه? يا ابي. زي بانتو شايفين اهو. صورة الهايكة العظمية بتاعة الديناصور اللي في الجريدة. دا الهايكة العظمية بتاعة الديناصور. is really old isn't it? قديم جدا. ليس كذلك? قال لها yes that's right. ملك ايوة يا ملك says that. قال لها فعلا قديم. it's about 98 million years old. ده من حوالي 98 مليون سنة. يقولوا واو. انكل يوسف has got a really interesting job. فعلا العم يوسف وظيفة ممتعة حقا hasn't he? ليس كذلك? قال لها says رامي. يا رامي طبعا اللي ساعم له yes he has and his work is important. العمل بتاعه مهم جدا. يتلبس اص هو بيساعدنا. learn about the past. ان احنا نتعلم عن الماضي. من الليل كده? الاب. awesome يعني رائع. awesome. awesome. interesting. شيق او ممتع. interesting. interesting. important يعني مهم. important. important. تعالوا نكمل القص. انا adventure المغامرة. later that evening. رامي and his family are having dinner. ايه? بيت عشو. dad says that. سألهم do you want to go? there's a next time we go to grandma's house. بقولهم هل تريدين اذهب الى هناك في المرة القادمة اللي نذهب فيها الى منزل الجدة. رامي says that's a great idea. دي فكرة جيدة. that it would be an adventure to go into the desert. وهتكون مغامرة حلوة جدا. لو احنا ايه? اذهب الى الصحراء. mom says that there is a beautiful nature trail there. ده في هناك دربة منتزعة طبيعي. جميل جدا. why don't we walk that together here? نروح مع بعض هناك. oh yes please mom. نعم من فضلك يا امي. i love nature. انا بحب الطبيعة سيز ملك. village يعني قرية ياولاد. village. village. منتزع طبيعي. nature trail. nature trail. adventure يعني مغامرة. adventure. adventure. avenger. صحراء يعني desert. desert. طيب. بعد كده visiting هيزورو grandparents. الجد والجدة. اهو. زي ما تشافين الصورة فيها الجد. وفيها الجدة ياولاد. والاب والام. ورامي وملك. رامي وملك. رامي وملك. grandma calls. she is so excited to see her grandchildren. الجدة تنادي رامي ملك. انا اعدت لكم الاشياء المفضلة. فطير. عملت لكم فطير وشاي بالنعناع. come inside and eat. تعالوا ندخل جوها ونأكل. hello says grandpa to mom and dad. الجد قال اهلا او مرحبا للأب والام. it's so good to see you. انا ما تشافتوكم. it's lovely to be here. انا ما تشافتو انتو هنا. says dad. tomorrow we want. احنا هنزب. to take the children. on a nature trail. انا اخدهم من منتازة طبيعية. excellent. اقام له ممتاز. says grandpa الجد قال كده. there is a lot lots of to see. in our area. it's a beautiful place. بقول لهم ممتاز هناك الكسير لطراه في منطقتنا انه مكان جميل. يبقى احفاد ياولاد يعني ايه؟ يعني grand children. grand children. grand children. grand children. prepare يعني استعد او يجهز. prepare. prepare. mint يعني نعناع. mint. mint. تعالوا نكمل. وصلنا ال the middle اللي هو المنتصف بتاع ايه؟ بتاع القصة. انهما راحين the nature trail. ضرب الطبيعي او الضرب الطبيعي. بعد كده ياولاد. the next morning الصباح اليوم التالي. everyone is الاسهبي الكل سعيد. they are ready to walk the natural trail. او ماجازين ان هما يروحوا درب الطبيعة. they are wearing hats. ارتدوا القبعات بتاعتهم. and sunglasses. and sunglasses. and sunglasses. and sunglasses. and النظارات. they have snacks. معهم. the snacks بتاعتهم. and water. والمية. in their pack packs. في الشنط بتاعتهم. mom has some. آآ الام معاها بعض النظارات المكبرة. اللي اسمها ايه ياولاد ده؟ binoculars two. مع النظارات المكبرة. she wants to talk to look. عشان تبص بيها. add the amazing birds على الطيور الرائعة. that live there. اللي بتعوش هنا. they are in a beautiful parts of Egypt. هما في مكان كويس جدا او جزء جميل جدا في مصر. with many types of rare animals. اللي فيها العديد من الحيوانات النادرة. حقيبة الظهر يعني backpacks. 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 نظارة مكبرة يعني ايه ياولاد؟ binoculars. 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 rare يعني نادر. rare. rare. تعالوا نكمل. a perfect day for walking. يوم مثالي للمشي. راحوا فعلا للمكان اللي هم هيتفسحوا فيه. it's a lovely warm day. يوم دافئ. not too hot. مش حر جدا. it's a perfect day for walking. يوم اه مثالي للمشي. there are cactus. اه هناك صبار. plantis. نبات الصبار. and palm trees. trees. والاشجار بتاعت النخيل. and they see sheep. وشافوا اغنام. and some camels وبعض الايه الجمال. ملك is very pleased. ده مسرورة جدا. because she loves animals. اللي انا بتحب الحيوانات. please walk quietly. برحتك في المشي او مش بودوء. and carefully everyone. وبعناية من الجميع. she says هي قالت if we are quiet we could see آآ فانك فاكس. فبتقول لهم كمان لو احنا هادئين وكاننا نرى سعلب الفانك. or a doorcast gazel. او آآ غزال الدوركاس. ها آآ or may be a sand cat او كطة رملية. the family continue along the trail. ماشوا بايه? ماشوا آآ على طريق طول الطريق. رامي سيز قال animals tracks in the sand. الاصارة بتاعت الأجدام بتاعت الحيوانات موجودة على الرمل. that takes photo of a phoenix fox. خد صورة بسعلة بالفينك. mom sees many beautiful birds. شافت الكثير من الطيور. everyone is enjoying the trail. كل استمتع بايه يا ولاد بالضرب. اول حاجة معايا صبار يعني cactus. cactus. cactus يعني صبار. cactus. غزال دوركاس. دوركاس جزيل. دوركاس جزيل. دوركاس جزيل. دوركاس جزيل. اغنام يعني sheep. sheep. continue يعني يستمر. continue. 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 quietly بيهدو. quietly. 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 track. ما صار او اثر اقدام. track. بعد كده رامي finds poonser. وجد ايه عظام. تعالوا نشوف يقول ايه. then mom says hey everyone. i have something in my shoe. انا لقيت ايه. توقف يا ولاد انا لقيت حاجة في الحزاء بتاعي. can we stop for a minute ممكن نفضل دقيقة كده نقف. she sits down هي. قعدت. the others drink some water. البعد. الباقي شرب ماية and wait وانتظر. رامي looks down. بيبص طاحت. add the rocks على الصخور near the path. he sees وراء some strange shapes inside them. look he says what are these things in the rocks. آآ داد. ايه اللي موجود في الصخور ده يا داد? اما قيل له I don't know. انا مش عارف. say dad. they look like bones. ده شبه الايه? شبه العظام. we are very near the place they found the dinosaur skeleton. احنا بينا علينا كده قريبين من المكان اللي كان فيه ايه? الديناسور. says mom. الامة قالت كده. maybe they are dinosaur bones. وهنا عظام ديناسور. كان متحمس جدا. let's ask uncle يوسف. كان عايز يسأل عم يوسف. he says dad can we call him. احنا ممكن نكلمه. يوسف كورس بالطبع says dad. uncle يوسف is very interested in the rockserami found. he tells dad to take some photos. آآ photographs. قال له خد بعض الصور لها. of them. آآ and meet him at grandma's house for dinner. ونتقابل على العشة عند بنزل الجدة. يبقى path يعني ممر. path. path. غريب يعني strange. 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 عظام يعني bones. 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 تعالوا نشوف. some photographs. بعض الصور الفوتوغرافية. later that evening that shows uncle يوسف. لما بدقوا يتقابلوا على العشاء. آآ ورى الاب للعم يوسف. the photos. الصور. and rami shows him the place. وورى له المكان كمان. on the map على الخريطة. uncle yousef ask the family. سأل العائلة. to go back there. with him. the next date. ممكن تيجو معايا في اليوم التالي عشان تورروني الحاجات دي. كل ده يوردوا امه على ايه? على العشاء. interested in مهتم بي. interested in. interested in. خريطة يعني map. 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 صورة فوتوغرافية يعني photographs. photographs. show يعني يظهر او يطلع على يظهر او يطلع على show. meet يعني يقابل. meet. meet. go back يعود. go back. go back. وصلنا يا ولاد لي. the end. لنهاية القصة. rami is disappointed. اصيب رامي بخيبة الامل. تعال نشوف ليه اللي حصل. طبعا امه موجودين في المكان اهو. the next day. they go back along the trail. راحوا على انتداد الطريق. they find rami's rocks and uncle yousef looks at them carefully. بص على الصخرة بعناية. they are not dinosaur bones in the rocks. say i'm curious. ما فيش اي عزام ديناصور في الصخور. مين اللي قال كده? العم يوسف. but they are certainly very old. لكنها ايه? لكنها بالتأكيد قديمة جدا. they are probably from a type of ancient apex. ده تقريبا حاجة من نوع من الوعل القديم. that doesn't exit now. هو مش موجود الان. rami is disappointed because the bones are not from a dinosaur. هو حزين او محبط لانها مش عزام ديناصور. but uncle yousef says. لكن الانكل يوسف قال له. I'm going to well done rami for finding them. it's important to take time to look at the world around us and watch things things. بيقول له. يا رامي ايه احسنت يا رامي اللي عصورة علي من المهم ان تقض وقتا في النظر الى العالم الحالي. انا محسس الاشياء تماما مثل عالم الاصور. just like an archaeologist. now would you all like to come to the dig and see my dinosaur skeleton. تعال تشوف ال 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 العظم بتاع الديناصور. اعمل. please uncle yousef. نعم من فضلك يا عمي يوسف. say rami and. رامي يقول ملك عايزين يروح يشوفه. من المحتمل يعني probably 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 probably. يوجد يعني يوجد يعني exist 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 exist. نوع يعني type type محبط او خائب الامل disappointed disappointed. ibex حيوان الوعل. ibex. ibex. يلاحظ يعني notes notes notes. جميل. بعد كده يا ولاد وصلنا لتغير المناخ. climate change. ايه اللي حصل بقى? here it is says uncle yousef. يقول العم يوسف. what do you think? ايه رأيكم? ام قال له واو. says rami rami. قال له ده حاجة رائعة جدا. it's amazing to think it lived millions of years ago. دي حاجة رائعة جدا لانه الامر موجه ان اعتقد انه عاش قبل ملايين السنين. and that it's bones were under the ground. والعظم بتاعه تحت الارض. for such a long time. كل الوقت ده says malk. مالك اللي قيت كده. in fact في الحقيقة. we found the skeleton of climate change. احنا وجدناه عشان المناخ تغير. says uncle yousef. now there is less rain and fewer plants. بيقول له ايه كمان? بيقول له ان الان هناك انطار اقل ونباتات اقل. this means ده بيعني. the ground in the earth is dry. ان الارض جفة. and the window الرياح كان بلو. ممكن تهب الرياح الوقت. away the sun. ويمكن ان تحرك الرمال. think that where under the ground come to the surface. وبيقول لك تظهر الاشياء التي كانت تحت الارض على السطح. that's good for the planet. ودي حاجة جيدة لعلماء الاثار. but bad for the planet. ودي لكنها سيئة للكوكب. ارض يعني ايه يا ولاد? ارض يعني ground. 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 تهب يعني blue. blue. تغيروا من ايه climate change. climate change. سطح يعني surface. surface. windy يعني رياح. wind. wind. كوكب planet. planet. تعالوا نكمل. وصلنا لgetting ready to go home. الاستعداد للعودة للمنطقة طبعا بعد الرحلة الشايقة دي اللي يروحوا البيتهم. leader everyone is getting ready to go home. في وقت لاحق استعداد الجميع العودة للمنزل. thanks for showing us the dinosaur. مبسوطين جدا هم ما شافوا الديناسور انكل يوسف يا عم يوسف. says rami. it was so interesting. جات حاجة رائعة جدا. I would love to be an archeologist. انا نفس اكون عالم اثار. it's such a cool job دي. وظيفة منتعة. it's fantastic work but it's hard. says uncle يوسف. دي. فعلا وظيفة لكن صعبة. من اللي قال كده العم يوسف. sometimes we look for years and don't find anything. ساعات بنبحث لسنين. فالاخر ما نلاقيش حاجة. we can help if you are looking for other dinosaurs says malk. بتقوله ايه? ملك بتقوله ممكن بنساعدة المساعدة ازا كنت تبحث عن ضرورات اخرى. thank you for all delicious food. شكرا على الطعام الجميل ده. الام هي اللي بتقول كده. it was lovely to see you both again. واللي كمان بتقول ان هي ايه? من الرائعة احنشوفكم مرة اخرى. thank you dear. come back and see you see us soon. says grandma. تعالوا تاني عشان اشوفكم. fascinating يا ولادي يعني رائع. fascinating. fascinating. hard يعني صعب. hard. hard. delicious يعني لذيذ. delicious. delicious. تعالوا نكمل. it's important to look around us carefully. انهم من المهم ان ننظر حولنا بعناية. هم مروحين في العربية بقى. قالك. so did you enjoy our trip? بتسألهم بقى الام. بس هل انتو استمتعتوا بالرحلة? asked mom to in zakar. سألتهم في العربية. قالوها مقالوها. yes. i thought it was fantastic. اعتقد كده انها كانت رائعة. سيز رامي. رامي قال كده me too سيز ملك. وملك قالت وانا كمان. what do you think you learned from it? asks dad. تم انتو تعلمتوا ايه من الرحلة دي? رامي سيز رامي قال لهم. i learned it's important to look around us carefully and note things in our environment. قال لها اللي تعلمتوا من القصة دي ان انا بص حواليا في العالم ده بعناية وكويس جدا جدا عشان اقدر اشوف الحاجات او نلاحز الاشياء اللي في البيئة بتاعتنا. yes that it is how you can discover interesting things. ولما تبص بعناية تقدر تستكشف الحاجات الايه? المسيرة. اه ملك ملك اللي ضفت الكلام ده يا you are right kids. says dad. well done. قال لهم انتم على حق يا اطفال احسنتم. رحلة يعني trap. trap. discover يعني يكتشف. discover. discover. بعناية او بحرص يعني carefully. carefully. اطفال يعني kids. kids. environment. بيئة. environment. environment. احسنت. يعني well done. well done. well done. well done. بكده يا ولادة احنا خلصنا القصة قصة ممتعة جدا. تقدر تستفيد منها ان انت لو انت ماشي في الشارع تبص بعناية كويس جدا على كل الحاجات اللي حواليك عشان ممكن تكتشف حاجة مهمة وخطيرة. uncle yusif. نبدأ على طول كده. uncle yusif is a farmer. هل هو مزارع? لا ده كان ايه? عالم اثار. rami finds fox bones. لا اعظام. تعلب غلط. ده كان اعظام ايه? الوعل. that reads a story about dinosaur in yusuf. هو كرأ عن قصة ديناصورات في الجريدة. صح. the village is far from the archaeological dig. هي بعيدة عن الحفر الاثري. غلط كانت قريبة منهم. rami wants to be an engineer. عايز يكون مهندس. غلط. هو عايز يكون عالم اثار. that reads a story. كرأ القصة فين يا ولاد. about dinosaur in the neusuf. the children's grandparents. الاحفاد. هنقول الاحفاد ما لهم? هنقول الاحفاد آآ. يبقى الاحفاد هنقول انهم بيعوشوا بالقرب من ايه? الحفر الاسري. rami finds old bones وجد عظام قديمة. and some rocks. في الايه? في الصخور. near the trail. قريبة من الضرب. uncle yusif invites. دعا الفاميلي العيلة. to the dig الاحفر. rami wants to be. عايز يكون ايه? عايز يكون اركيولوجست. عالم اسري in the future في المستقبل. بعد كده يا ولادة choose. اختار الاجابة الصحيح. the group of not found the skeleton. the group of a archeologists. مجموعة من علماء الاثار. the archeologist's job آآ يعني وظيفة العلماء الاثار. help us out بتساعدنا. ان احنا learn. نتعلم بسطة عن الماضي. that shows the photos. and rami shows him the. الاب وراله الصور. ورامي ايه يا ولاد. ورامي المعب. الخريطة. the bones. العظام. that rami saw where. a type of ancient. ancient ibex. لي. وعلى قديم. it's important to look around us. من المهم اللي احنا نبص حوالينا carefully. بعناية. why is archeology? an important activity in islay. هي نشاط مهمة في مصر. لانها بتعلمنا حول الماضي. ممكن نقول ان هي. the archeologist's jobs helps us about the bust. where did rami find old bones? وجدها فين يا ولان? هنقول وجدها في الايه? في in some rocks. في بعض اه الروكس اللي هي الصخور. نير زات ريل. تعال نكتبه. تمشوا فيه الحل ايه? ظهر قدامنا. بكده احنا خلصنا الواحدة اللي اتناشر يا سنة خمسة. الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنبدأ على طول ننزل الاختبارات ونحلها. وحاول تتابع معنا. آآ لسه مشوك في قناة وفعل زر الجرس. ياريت يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. هسيب لك قائمة تشغيل الصف الخمسة الابتداء عشرين او عشرين. لو نقصك اي فيديو او اي واحدة ترجع لها مترتبة على هيئة دروس ومشروحك كاملة هسيب لك ازي تكتب براجراف ازي تكتب ايميل برضو في الوصف. اي حاجة محتاجة عن طريق سبحت الفيسبوك مسأسماء ايس لو انتم محتاجانة. بشكركم جميع ينسان خمسة كانت معكم مسأسماء ايس.